Hi, glad to meet you again. We have a part 3 of Unit 7 Lesson 2. We have to do exercise related with future tenses in Activity Books. Of course, it's great. So, we have the third one of the next steps. Here we have a plan for the next steps. We will be able to do exercise with the next steps. لكن قبلها خلي نحاول make a revision of these or those tenses هايا ممكن اتوقع هذا التمرين يعني عندي activity book يونس 7 lesson 2 عندي وعندي تمرين جوا الحقيبة اللي هو 150 صفحة 150 هذا تقريبا نوع من المراجعة للطالب يعني وبنفس الوقت اشدد انه الطالب لازم يحفظ خلي نقول الاستخدام مال كل زمن يعني هذولا ينحفظون ويا الزمن ويا اسم الزمن ليش لان عندنا هنا تمرين لازم نشتغل عليه يعني خلي نقول يسوون kind of match اذا نبدي مننقول schedules معناها هنا جدول زمني مو تتذكرون جدول زمني الجدول الزمني ايش نستخدم به نستخدم به present simple المضارع البسيط بينما مننقول fixed arrangements يعني خلي نقول اشياء مخطط لها مسبقا فرح نستخدم present continuous المبارع المستمر اللي هي تخطيط وانية مسبقة رح نستخدم لها ال going to اللي هي plus base verb productions رح نستخدمها اللي هي التوقع رح نستخدم لها ال will او ال want plus base verb و fixed time in the future in the future with the focus on actions اللي هو فعالية مستخدمة مستمرة بفترة معينة بالمستقبل نستخدم لها future continuous هاي اريدها تنحفظ حتى تكون عرفون تفرقون عرفون تحلون هيش نوع من التمارين ممكن هيش تمارين يجيب لك جملة ويقول لك منطيك اثنين من هذولة يعني يقول لك ياهو من عتم هاي الجملة زين عيني اه نجي هسا i'm feeling طبعا بالجهة اليسرة منطيك امثلة والجهة اليمنى منطيك استخدامها يعني بيمن نستخدمها احنا i'm feeling really happy يعني كلش سعيدة tomorrow morning tomorrow morning رفوا هذا التايم ماركة tomorrow morning يعني فترة الصباح باشر يعني هم مستقبل وهم فترة i'll be sitting إذن آني رح أكون بهاي الفترة جالس بالطائرة طريقي إلى لندن إذن هايا اللي هي fixed time in the future with focus on action إذن رح نشتغل عال الكون هايا fixed time in the future إذن l-e إذن l-e رح تكون هي هنا two we talked to my parents about next year آني حتشت وي أهلي على السنة المقبلة and تشوفون الظروف next yeah يعني tomorrow morning يعني هذا مستقبل and I've decided آني قرار عندي إذن أكو قرار أكو plan أكو intention أكو نية I'm going to I'm going to study to be a doctor إذن آني قررت أدرس حتى تصير طبيب إذن أكو قرار وأكو جملة بها I'm going to study إذن هاي plans and intentions وأيضا قيل لك قيل لك قيل لك إذن راح تكون الثانية هي C نيجي على الثري I'm sorry I'm sorry I can't come out tonight ما أقدر أجو ياكم tonight طبعا تعتبر أيضا مستقبل tonight يعني يعتبر الليل بعد ما جاي في مستقبل but I'm playing football at 6.30 and I will be tired afterwards إذن I'm playing football إذن الجملة الأساسية إنه هي هاي عندي هنا فآني اتفاقت أكو اتفاق بين طرفين اتفاقت إنه راح نلعب كرة قدم فيه شي وقت وي أصدقائي وي فلان شي فأكو اتفاق بين طرفين يعني أكو نوعا ما تخطيط وترتيبات مسبقة وراح أكون آني تعبان بها بعدها فما أقدر أجي اليوم وياك إذن Fixed Arrangement ترتيبات مسبقة إذن راح تكون هي البي I hope لتلاحظون I hope إذن أأمل أكفد أمل أكفد توقع أكفد to give you the book the book back tomorrow إذن يعني أأمل أن نباشر أنطيك الكتاب مؤكيد I think أعتقد أيضا مؤكيد I'll be able to finish it tonight أتوقع أنه ممكن أكمل اليوم هذا ما مضمون هذا توقع إذن prediction إذن راح تكون هي توقع the football match هنا football match كرة القدم إذن أنا ما لعلاقة بها هاي فهد أشياء خاصة بالمؤسسات بالدور ما عرف بمن المهم أشياء عايز تعرفون the football match finishes إذن هنا عندي مفرد وإهنا أس الشخص الثالث آت وعندي فد وقت محدد إذن أكيد راح تكون هي schedules وهذه present simple يعني جدول زمني هذا أول تمرين أدنى بعد أدنى تمرين آخر بإذن بإذن 153 153 تمرين طريقة أخرى للسؤال اللي هي خلين نقول correct the verb أو choosing the right tenses of future tense نستخدم الزمن المناسب حسب معنى الجملة زين هنا أبدي هس someday يوما ما إذن يوما ما أكو فد نوعا ما ريح تقرار someday أحمد take a computer class so he can't get a better job إذن هو نوعا ما فد يوم من الأيام قرر بداخله إنه ياخذ كورس حاسوب حتى يحصل على وظيفة أفضل إذن ما دام أكو عندي قرار إذن استخدمنا going to طبعا مفرد أخذنا الهائز وجبنا منعدنا going to والفعل نفس نزال اللي هو take my new class start tomorrow إذن هنا أكو تخطيط طبعا هذا يحل بطريقتها أما إذا كان هو أكو تخطيط مسبق أو ترتيبات مسبقة إنه راح يبدي أقول is starting يعني مضارع مستمر وإذا لا أقول هاي من ضمن مخططات المؤسسات وغيرها ما لعلقة بها آني يعني فيحل بمضارع بسيط يعني present simple فلذلك الفاعل مفرد راح نخلي start يعني هاي بها حلية النموذجي هي تال دانت شي باز دي اكزام هو قرر يخبرها إنه هي نجحت بالامتحان إذن راح نستخدم ال intention النية اللي هي اللي هي القرار فلذلك نستخدم going to فمفرد راح نقول is going to tell they leave at ten o'clock إذن هناش عندي أكفد شنو أكفد قرار أو العفو ترتيبات مسبقة إنه هما راح يغادرون فلذلك راح نستخدم المضارع المستمر فالصرف they نخلي لها are و leaving we have a party on whenesday can you come هاي طبعا أيضا ممكن حسب المعنى بها حليا ولا تتخربطون تقولون لعشل ولا لا عادي تقدر تحفظ حل واحد بها كل ش أوكي مادام بها جوابين حسب فهمك إلها مثلا إحنا إذا قررنا نسوي حفلة بهيتي وقيت ونزدي إذن قرار رح نستخدم الانتنشن يعني going to فنقول are going to have نفس الفعل أنزلك ما هو أو لا ممكن حل آخر أقول إحنا مسوين ترتيباتنا مسبقة على فنقول are having are having كل الحل صحيح the term term هنا يعني خلننقول الفصل الدراسي فصل خلنقول فصل الدراسي the term begin on September أولا عندنا تاريخ ثانيا فصل الدراسي يعني ما لعلقة بي مؤسسات غير هدولة مدرسة تعليم إذن أكيد المضارع البسيط فالفاعل المفرد ال begin رح نخلي لها بصير begins تمام هس نجي على نشوف أكو تمرين آخر على هذا الموضوع عندنا تمرين بال lesson أو 3 بالأحراء بال lesson التاسع متعلقة ب أزمنة المستقبل اللي هي عندي activity book page 166 166 lesson التاسع عندي دي عندي تمرين دي أبدي أحل تمرين دي عندي هنا اختيارات choose the best alternative Dana is going to volunteer or volunteers نال اختيار بين هذا الفعل أو هذا الفعل احنا نعرف going to يجي وراها فعل مجرد فعل مجرد لذلك راح نختار volunteer volunteer يعني تطوع at the hospital when she has more time راح تطوع بالمشفى إذا عدها وقت volunteer training التدريب على التطوع will be beginning لو begins on the first on the month أكيد راح تكون لأن التطوع خاص بالمؤسسات وغيرها فالذلك راح نستخدم هالمضارع البسيط طبعا لأن الترتيبات مسبقة وراح قابل المدير فأكيد راح نختار is meeting I think ماذا عندي I think اللي هي أعتقد انتبهوا إذن أكو فدشيق أنه هو توقع فنختار will like اللي هو توقع لو will be liking the work أكيد راح تكون will like وايضا هو like ممكن ما تعرفون انه هو جامد ما يجي ويل ing زيان يعني هذا خطأ يكون she learns نستخدم learns will be learning a lot of new skills إذن هي راح تتعلم مهارات جديدة بالمستقبل أكيد راح نستخدم لها future continuous نيجي على تمرين الآخر أو بالأحرى تمرين أخيرة واني نوهت قلت لكم ترى عندنا تمارين يعني نوعا ما هواية على هذا الموضوع لأن هي فعلا أزمنة هواية خمس أزمنة ومو قليلة يعني على نفس الموضوع أوكي نيجي على the circle the correct endings of the sentence يقول أريد الشر على الاختيار الصحيح فنيجي على أول شي if we don't يعني طبعا نختار الزمن المستقبلي الصحيح if we don't حسب الجملة if we don't hurry إلا منسرع we'll be light سوف نتأخر the train واحنا قلنا إذا train ها رح نستخدم ويا شنو وسائل النقل وغيرها نستخدم المضارع البسيط فهل نستخدم leaves at eleven لو will leave طبعا هاي نستبعدها نستخدم will leave فهاي رح تكون هي الصحيحة will leaves sorry نستخدم leaves آسف يعني مضارع بسيط two I'm sorry I can't go with you ما أقدر أجو ياك اليوم آي عندي فد شي عندي فد فد تخطيط مسباق عندي فد نية لفعل شي أشوف will go to the dentist then هاي ما ترهم لأن هاي مونية هنا الصحيح اللي هي I'm going to the dentist then لأن في هذا الوقت آني أكون دا أريد يعني رايحة أو ناوية أروح المن لطبيب الأسنان your room is mass غرفتك كل ش يعني مخربطة هوسة آآ وان ناك سؤال تذكرون السؤال وان شوكت راح تبدي تقرر إنه آآ تنظفها ترتبها وان are you going to clean it up إذن متى تقرر إذن استخدمنا الgoing to بصيغة السؤال مو مضارع بسيط متى رهم think of me tomorrow think of me هنا مو I think انتبه مو I think اعتقد think of me يعني فكر بي يعني صليلي يعني دعيلي هيك المعنى آآ بهذا الوقت إذن أكو فترة من الوقت عندي هاي فترة إذن هاي فترة من الوقت آآ آآ إيش راح أكون بيها مستمر والفعل يكون بي مستمر إذن مادام الفعل يكون بي مستمر أكيد راح أختار الول والبي والفعل ing فآآ فآآ بهذا الوقت will be taking a really difficult exam إذن آآ إذن آآ آآ ده آخذ أو ده آآ يعني خلني قول أمتحن امتحان صعب five she didn't pass the exam last night هي منجحة بالامتحان آآ last time sorry last time الفترة السابقة I hope ما عندي a hope يعني أأمل ما دام عندي أمل آآ يعني للمستقبل إذن تذكرون هي هاي واحدة من وسائل أو الاستخدامات آآ الز زائد الفعل المجرد إذن راح نستخدم البي اللي هي she will do better this time نأمل نتوقع إنه بلك هي راح تنجح أيضا عندي الآخر شي محاورة حوار بين اثنين complete the conversation in the some cases more than one form is possible ممكن يقول أكثر من صيغة أو أكثر من نقدر نكرر يعني الصيغة هنا نور وعزيز I take a computer class at the university فتقول لأ آآني آآني قررت آخذ I'm going I'm going إذن قررت I'm going to take أو نقدر نقول إذا تخطيط يعني arrangement مسبقة يعني ترتيبات مسبقة تقول I'm taking I'm taking اثنين هم صحيحات كحل نموذجي That's a good idea I take an English class if I can find one near my house والله أنا همي أنا أقدر آخذ يعني ممكن أريد آخذ يعني مثلت يعني أيضا أنا قررت آخذ أو رح أقرر آخذ ذاك الشيء قريب يمي إذن going I'm going to take زيد Have you tried this speak well language school هاي اللي حتشي أنا عليها That's near your house آه No آه اللي هي يعني سكول شفت هاي المدرسة اللي هي مدرسة اللغات آه هاي قريبة من بيتك No When classes start هنا بclasses يعني ما أقررها ولكن هاي من ضمن المؤسسات أو هي اللي تقرر فإذا تنستخدم المضارع البسيط سؤال بالمضارع البسيط رح يكون والclasses جمع الفاعل جمع فنقول When do classes start تبقى كما هي start لأن هذا هي صيغة سؤال بالمضارع البسيط Classes begin next week إذن مضارع بسيط أيضا إذن تبدأ begin مضارع بسيط لأن عندي جمع مع الأسف لأن أنا بهذه الفترة أنا بهاي الفترة يعني هاي الفترة خلال فترة الدروس هاي الفترة أنا يكون مجغول بي أكوفة فعل مستمر بالمستقبل إذن I'll أو I will be visiting أنا هذا الوقت يعني بزيارة لي عمي أو خالي أو مقدر نقول رتبت I am visiting صحيحة أيضا we leave on Monday إذن إحنا مسوين مرتبين أمورنا إذن we are leaving مغادر بهي شو وقت زيان but call me in the afternoon in the morning إذن in the morning فترة اللي هي فترة هاي عندي محددة بالمستقبل رح يكون بها الفعل مستمر I sit in my computer class بهاي الفترة أنا سوف أكون مستمر يعني كأن الفعل مستمر أنه أنا جالس ب درس الكمبيوتر إذن will future continuous will be sitting لا تنسوا نشوف التضعية في spelling ما لا ينجي وغيرها أنت أبو عليها sitting وحذف ال وغيرها بهذا يكون انتهينا من حل كمارين خلي نقول اللسن الثاني the future سنشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر